وينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الأمني والإستراتيجي وفاضل أبرغيف. سيد فاضل أرحب بك معنا. بداية ما أهمية شروع قوات حرس الحدود في الانتشار على الشريط الحدودي مع كل من تركيا وإيران من جهة أقليم كردستان؟ نعم سيدة زينة. تحية طيبة لك ولمشاهدين قناتك الكريمة. أولا قبل نحو أقل من عامين خلت من الآن. شرعت العاملات المشتركة. في حينها كان الفريق الأول ركن عبدالأمير الشمالي نائبا يتولى قيادة هذه العمليات بتسليم لأول مرة يتم تسليم ملف حماية وحراسة ومسك الحدود لقياد الحدود. وسبق لقياد قوات الحدود جهزت بمواد وأسلحة ومواد تجهيزات لوجستية. تنفع وتفي بغرض حماية ومسك ذلك الحدود الشريطي. أو الشريط الحدود يعفون. لذلك نجحت في مسك الشريط الحدود الفاصل بين العراق وسوريا. والبالغ أكثر من 610 كيلومتر. وبعد أن شرعت كل وزارات الدولة خصوصا استخدام الموارد المائية لمواردها فضع وزارتين الدفاعي والداخلية والحجر الشعبي. لشق خندق بواقع 4 متر وبعمق 5 متر. وبعدها إقامة قاطع خرساني كونكريتي تيوول أكثر من 3 فارزة 6 متر. يعلوه أيضا أسلاك شائكة منفاخية رباعية. وبعد ذلك أيضا كاميرات حرارية ليزرية. أعتقد هذه التجربة نجحت إلى حد ما. لذلك بالإمكان السنساخة على الحدود الفاصلة بين العراقي وتركيا البالغة أقل من 400 كيلومتر. وبين العراقي وإيران عند الشريط الحدودي المتعرج. هنا سيدة زينة قد يتعقد المشهد عن غيره. لماذا؟ لجملة اعتبارات الحدود العراقية الإيرانية تكاد تكون هي الأكبر. لأن أكثر من 1400 كيلومتر هي المساحة البرية بالأرض المنبسطة. لكن هنا يزيد الأمر تعقيدا التضاليس الجغرافية. المرتفعات الوديان. الجبال. بعض الكهوف. هذه تعقد المشهد. لكن أعتقد أن مشاركة قوات الإقليم مع قوات المركز. لأنها تخبر وتعي خطورة تلك الطرق. هناك منافع كبيرة جدا لكل الدول. لماذا؟ لقوات تابعة لوزارة الداخلية. وليس لوزارة الدفاع. السبب بسيط سيدة زينة. لأن قيادة قوات الحدود هي قوات معنية بحماية ومسك الحدود. وضبط الحدود. ومنع تسلل المهربين. ومنع تسلل الناس والجماعات المتطرفة. وهي تابعة على وزارة الداخلية. وليس قدرة. هل هي مهيئة ومكيفة ومدربة للحد من الهجمات التركية والإيرانية؟ أو صد أي عناصر من مقاتلي المعارضة. سواء كانت تركية أو إيرانية. لتعرض إلى دول المجاورة عبر الحدود؟ سيدة زينة. مهمة قيادة قوات الحدود. أولا منع تسلل المهربين. منع تسلل الأفراد. منع تسلل وتهريب الأسلحة. اليوم الأسائش في السليمانية استطاعت أن تلقى القبض على مجموعة كبيرة. كانت تهرب أسلحة إلى الجانب الإيراني. أكثر من ثمان مجاميع مسلحة في الإقليم هي تناوئ إيران. وكذلك البكة تناوئ تركيا. لذلك أعتقد قاد قوات الحدود مدربة على حرب المباني المشيدة. وحرب الكر والفر. وحرب الإصابات. وحرب مجاميع التهريب. التهريب. طبعا نعم هي مهيئة لذلك. لأنها بالأصل مسك الحدود في كل دول العالم. مسك الحدود تبدأ قوات حرس حدود. وبعدها فرق عسكرية. وبعدها إقامة متاريس. وبعدها تبدأ عمليات ترسيل الحدود عبر الفرق العسكرية. وقيادات العمليات التي تتبع لقياة عمليات المشتركة. وكذلك فرق عسكرية وألوية تابعة على وزارة الدفاع. مهم في هذه المرحلة. باختصار لو سمحت. نعم سيدة زينة. بالضبط. أولا هناك اجتماعات ثنائية وتعاون بين قيادة قوات حرس البيش مرقى. وقيادة قوات الحكومة الاتحادية. أعتقد أن الحكومة الاتحادية والإقليم يركزون ويهتمون اهتمام كبير لمسك الحدود. للحقول دون مزيد من عمليات العنف. ومزيد من عمليات التهريب. المخدرات تشتاح العراق بطريقة مرعبة. المخدرات هي الوجه الثاني للإرهاب. لذلك أعتقد مزق هذا الشريط الحدودي المعقد والمركب. هو ضرورة لازمة لمنع تدفق تلك الشحنات الكبيرة. سواء كمن المخدرات أو من الأسلحة أو من المتطرفين أو من المهربين. بمعنى أن الحدود ستبقى آمنة. ولو بالحد الأدنى. نحن نتاج إلى وجود نقاط تحذيرية. ونحتاج إلى أقامة متاريس. نحتاج إلى أقامة أبراج مراقبة. نحتاج إلى كاميرات حرارية. كاميرات ليزرية. نحتاج إلى أخاديد. نحتاج إلى سدود. كل هذه من شأنها أن تعد عراقيل معوقة لعبور وتسلل أي من تلك الجماعات. سيدة زينة. ومتنى كثيرا لك على حضوري. كمانا مباسرة من بغداد. الخبير الأمني والإستراتيجي وفاضل أبو الغيف. شكرا جزي للا.